انت عارف ان السياحة بيدخل دخل كويس اوه في المشاكل اوه فترة كبيرة دي بس مشكلتنا برضو في الضمير في السياحة لما يكون واحد مسك شركة ولا حاجة ويديكي شكل معين للرحلات اللي انت هتعمليها وهتطلع في الاماكن واحد اتنين تلات اربعة واتفجي لما تروحي ان كل ده مختلف واي حاجة من حاجات دي بفلوس وانت منتش من الاول طب فين ضميرك بقى فين الامانة انت مفروض بيتتعامل معي انا قلتش لا انا هطلع وهطلع معك رحلة وهدفعلك المبلغة ده غير بقى اللي بيعمل الحوار ده على السياحة هاخد الدولار يقلب السياح الله يفتح عليكي اطلع بمصلحتي من السياح بقى وطبع انت شايف يا بشا والرزق يحب الخفية وانحن كده شكله بيبقى وحش قدام السياح جدا والسياح على فكرة بينزعجوا جدا وما يحبوش يجو تاني بسببك يعني بسبب هذا الشخص اللي ممكن يحسسهم ان هو بيستغلهم هيحسوا كده فجأة هتلاقيهم اصلا ما حبوش يجو هنا تاني يعني بسبب النوعية دي من الاشخاص فمهم جدا ان احنا يكون عندنا ضمير حتى في تعاملاتنا حتى مع السياح